اشتركوا في القناة والجالكسيز وبتخلي الأجسام اللي هي أوريدي مرئية زي مثلا النجوم اللي انت بتشوفها في السماء بالليل بتخليها أكثر وضوحة بالتالي نقدر ندرسها بشكل أكثر يعني مثلا الأمر الأمر احنا كنا شايفينه بشكل سطحي لكن ما شفناش ما عرفناش في أن الأمر ده لي فوهات غير بعد استخدام التلسكوب تمام عندنا نوعين من أنواع التلسكوب ايه هما أول حاجة لأبتيكل تلسكوب أو التلسكوبات الضوئية هما ثلاث أنواع وعندنا النوع التاني هي الفرق بين دي و دي إن ده أن الأبتيكل تلسكوب بتستخدم الأشعة الضوئ المرئي اللي هو اللايت والراديو تلسكوب بتستخدم الأشعة الراديو المغناطسية أو الراديو ويفز الفرق بين الاستخدام الاتنين دوق أو التلاتة الفرق بين التلاتة هي طريقة تجميع وتركيز الضوء الصادر من الجسم اللي انت عايز تشوف النجمة مثلا بتطلع ضوء فالضوء ده استدر منها طريقة تجميعه وتركيزه في التلسكوب يعني في الرفلكتور مختلفة عن الرفركتور تمام؟ ده بالنسبة لللايت الراديو تلسكوب بتستخدم زي ما قلنا الراديو ويفز ما بتستخدمش اللايت والطبع التلسكوب ده هو لعب دور كبير جدا في ازاي احنا قدرنا نعرف نشأة الكون بتاعنا وقدرنا نعرف عمر الكون وان احنا اصلا موجودين في جالاكسي والجالاكسز الثانية وطبعا في العصر الحالي يعني اي حد يقدر يجيب تلسكوب هنشرح دلوقتي ان عين اللي هما المشهورين اللي هو الرفركتور والرفركتور ونشوف ايه اكتر واحد احسن منهم ويكونوا عيوب كل واحد وماليوزات كل واحد فيهم وبالمناسبة اللي اكتشف التلسكوب غير معروف مش جاليليو يعني التلسكوب معنا هو الرفركتور هو الرفركتينج تلسكوب بالنسبة لنشأته فاحنا مش عارفين مين المختارات بتاعه فيه مقولتين واحد بيقول ان فيه علم عربي اللي اخترعه مش فاكرا اسمه الحقيقة وفيه برضو راجل بتاع نظارات هولندي هو اللي اخترعه احنا ما نعرفش لكن المتأكدين منه هو ان سنة 1609 جاليليو شاف ب الجبال والفواهات بتاعة الامر وسنة 1610 تقريبا برضو شاف الاربع اقمار بطوع المشترة وسمهم باسم عشقات الاله ازيوس او هما سموه الاقمار الجاليليا تقريبا اولا بقى هنتكلم عن التكوين بتاعه بتاع التلسكوب ده وازاي بيشتغل هنا عايزين نعرف حكتين اتنين او مصطلحين اتنين اول مصطلح معنا هو الوبجيكتف لينز الوبجيكتف لينز دي هي العدسة الشيئية ايه هي العدسة الشيئية هي العدسة اللي بتكون ناحية الشيء اللي احنا عايزين نشوفه لو امر او مش عارفها يعني العدسة اللي هي بتكون بعيدة تمام دي الوبجيكتف لينز وبالمناسبة بتكون عدسة محدبة العدسة التانية هي ناحية عينك هي اللي بتشوف بيها اصطور وكده بنمدا انا شوف كيفية تعمل و احنا قلنا ان ان الدوق الصدر من الاكسام أشعة الدوق صدرة من الاكسام اللي احنا عايزين نلتم اشوفها بتكون ماشية بشكل متوازية أشعة الدوق متوازية ناحية الساعة اول تلمس العدسة عند النقطة معينة بيحصلها حاجة اسمها الانكسار بين مانهم متوازيين، هل كلهم بنفس الشكل؟ لا يعني هقولك ان الأشعة الضوئية التي تكون عند العدسة تسقط على العدسة من فوق فهي تنكسر للأسفل وتنكسر لتحت بالنسبة للأشعة الضوئية التي تكون نزلة على العدسة من تحت فهي تنكسر لأعلى بالتالي كل الأشعة الضوئية تتجمع كلها في نقطة واحدة اسمها البقرة تمام؟ بيتكون بقى عند البقرة دي صورة للجذن تمام؟ بعد كده العدسة بتيجي بقى بتطلع من الصورة دي بردو الأشعة الضوئية وبتوصل للعين فالعين العدسة يعني مهمتها هي تكبير الصور فبالتالي بتقدر تشوفها يعني بالتالي الصورة اللي هنا بتكون صغيرة فالعدسة العينية دي أو بتكبرها فبالتالي بتقدر تشوفها بالشكل اللي هو الواضح بتاع التلسكوب الوبجيكتيف لينس اسمها العدسة المجمعة علشان هي بتجمع لنا الضوء في نقطة واحدة فاسمها العدسة المجمعة بالتالي هي اللي بيعتمد عليها وضوح الصور تمام؟ العدسة العينية اسمها العدسة المكبرة يعني هي اللي بتكبر لنا الثور تمام؟ وعلشان الصورة بتاعتنا تطلع بشكل أكبر وضوحا قلنا اللي احنا هنستخدم عدسة شيئية ذاتة قطر كبير طيب لما تبقى ذاتة قطر كبير إيه اللي هيحصل بقى؟ لما يبقى قطرها كبير عشان الموضوع يكون واضح وزنها هيزيد بما أن الاتنين زادوا فبيكون صعب جدا تثبتها في التلسكوب طيب إزاي بقى بنثبتها؟ بنثبتها من عند الحواف فبالتالي الجزء الأوسط بيحصل له حاجة اسمها انبعاج بالتالي الصورة مش بتكون أو مش هتكون واضحة قوي هي بتكون العدسة المستخدمة بتكون بصمك معين مش كبير قوي فبالتالي الصورة بتبقى واضحة لك الكل عشان كلها مصرر عشان انت بقى عايزينها واضحة أكتر المفروض بنكبرها فالعلماء بقى معرفوش حال المشكلة دي لأن العدسة بتكون تقيلة جدا فده أهم عيب من عيوب التلسكوب الكاسر وعلشان كده ما عندناش أي تلسكوبات كاسرة عملاقة أكبر واحد كان كتر العدسة الشيائية فيه أو الابجيكتولانس مية واثنين سنتي وموجودة عند الشجاجة كده ومفوش منه كتير لأنه غالي جدا 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 ده العيب الأول في التلسكوب الكاسر طيب إيه هو العيب الثاني بقى؟ العيب الثاني بيحصل في التلسكوب ده ده حاجة اسمها الكروماتيك أوبريشن أو الزيغ اللوني إيه هو الزيغ اللوني ده؟ إحنا عارفين إنه الضوء المرقي بيتكون من ألوان الطيف ألوان الطيف دي اللي هم السبع ألوان بتوع قص القزح كل اللون من الألوان دي له طول موجي مختلف فإحنا عندنا مثلا الأحمر ده أكبر الأطوال الموجية فبما إن كل واحد فيهم لوتون موجي مختلف فكل واحد فيهم بينكسر بالزاوية مختلفة فبالتالي كل اللون فيهم بيتجمع عند نقطة مختلف أو فوق البوينت مختلف فبيحصل لنا إيه بقى؟ مش بيتكون لنا بقرة واحدة إحنا بيتكون لنا كذا بقرة وكلهم بيكونوا على مسافات بيانية كبيرة فبالتالي بقى بيحصل الكروماتيك أبريشن ده بيكون حاجة كده شبخص القزح على الصورة من إيه؟ من بره فبالتالي الصورة بتكون مش واضحة أو في ألوان حاولها يعني هشوفوا إذا الصورة بوضوح علشان كده المصنعين حاولوا إن هم يزبطوا أو يعملوا حالة للمشكلة ده فبدأوا يصنعوا عدسات معقدة جدا عشان يقللوا المسافات البينية اللي هي بين البقارات اللي هي بين البقارات السابعة بتوع الضوء علشان تكون الصورة واضحة ما فيش ما يحصلش الزغ اللوني ده فإلا حصل بقى إن سعرها بقى غالي جدا زي الأكروماتيك بس ده كل حاجة عن التليسكوب الكاثر وبما إن إحنا قلنا عيوبه فأكيد فيه فايدة بقى للرفلكتور اللي إحنا هنشوفه بعد كده وحللنا كل المشكلات بتاعت الرفلكتور تليسكوب وعملنا حاجة اسمها الرفلكتور تليسكوب التليسكوب العكس سنة 1668 قال بقى عمو نيوتن اللي أنا هعمل حاجة كرياتيف جدا قال بدلا من أنتم بتستخدموا العدسات المحدبة أنا هستخدم مراية مقعرة المراية المقعرة دي اللي هي الكونكيف ميرر ليه بقى شمعنا المراية المقعرة أو الكونكيف ميرر لأن هي هما الاثنين المراية المقعرة والعدسة المحدبة هما الاثنين بيعملوا نفس الحاجة في الضوء اللي هي إيه؟ اللي هي أنهم بيجمعوا الضوء في نقطة واحدة اللي هي البقرة ولكن العدسة بتستخدم قانون الانكسار ولكن المراية بتستخدم قانون الانعكاس هل ده ليه فايدة؟ أه ده ليه فايد كتير جدا وهنعرفها ونحن بتقول المميزات بتاعت التليسكوب ده دلوقتي هنقول أو هنشرح ازاي التليسكوب ده بيشتغل تمام؟ أول حاجة التليسكوب ده بيكون مفتوح يعني ما فيش هنا أي حاجة الجزء ده هو اللي بيكون ناحية الأوبجيكت اللي أنت عايزت تشوفه وزي ما نشوفه مش بيبقى عليها أي حاجة بيبقى مفتوح كده بعدين بيجي التليسكوب الطويل أشاعة الضوء الصدرة من الجسم بتمشي في الشكل ده كده لحد ما توصل للمراية فأول ما توصل للمراية اللي بيحصلها بتنعكس تمام؟ المراية شكلها عامل كده ليه؟ علشان الأشاعة تتجمع في نقطة واحدة الأشاعة المنعكسة تتجمع في نقطة واحدة فبالتالي الضوء اللي صدر مثلا هيسقط عند المراية هنا من فوق هيقوم نازل لتحت اللي إناعكس بتاعه هينزل لتحت على عكس مثلا الأشاعة اللي هي نازلة عند المراية كده أو سقطت على المراية من تحت اللي إناعكس بتاعها هيطلع لفوق بالتالي بعدما الأشاعة كده تتكون هيتجمع تاني الأشاعة دي في نقطة معينة اللي هي قدامة الفوك البوينت أو البقرة فأنا بجي أعمل إيه بقى؟ كده مش هنبقى عملنا حاجة يعني هنبقى عملنا إيه؟ فجيها عامل نيوتن وحط السكندري ميرير أو المرآة الثانوية بتكون مسطحة حطها قبل موضوع البقرة يعني قبل ما الضوء ده يتجمع وحطها بميل 45 درجة فجت بقى الأشاعة اللي هي تعكست من المراية الأولانية البرامري ميرير هتيجي على المراية التانية وتقوم منعكسة ناحية الأي بيس لنس وبالتالي قدر أشوف الصورة بشكل واقع تمام؟ دي هو ازاي بيشتغل؟ الفوك البوينت بتكون زي ما مش شايفين هنا بتتجمع بقى بعد ما تنعكس للمرة التانية في السكندري ميرير ده كده ببساطة شديدة ازاي او الرفلكتور كيفية تعمله طيب هل معنى كده ان الرفلكتور شيء رائع ومتكامل؟ نقول الأول بس المميزات بتاعتها عشان نبقى عارفنا المميزات بتاعت التلسكوب العاكس هي نفسها عيوب التلسكوب الكاسر يعني ايه؟ يعني احنا مثلا قلنا ان من عيوب التلسكوب الكاسر ان انا مقدرش اعمل عدسة بقطر كبير عشان الصورة توضح لي اكتر ولكن هنا بالعكس هنا اقدر اعمل كتر المراية زي ما نعايزه اقدر اكبر كتر المراية على الاخر عشان كده في التلسكوبات العاكسة مقدرش اقول مين اكبر تلسكوب كاسر اصدي عاكس ومين يعني مفيش اكبر من التلسكوب ده موجود في العالم لان كل يوم شركة مصنعة جديدة بتعمل تلسكوب جديد بكتر مراية اكبر فبالتالي استور اللي بيتطلحها يعني بتكون رائعة وبتوصل لتفاصيل التفاصيل تمام تمام دي اول ميزة الميزة التانية زي ما احنا قلنا كنا قيلين الزيغ اللوني هو صلح الزيغ اللوني لان ما فيش انكسره الضق ما بينكسرش الضق حرفين ما بيحصلوش اي حاجة غير انه بيتعكس فبالتالي مفيش اي الزيغ لوني هل معنى كده انه هو تلسكوب مثالي الاجابة لا هو مش تلسكوب مثالي التلسكوب ده ليه عيوب وعيوب خطيرة جدا ايه يبقى اول حاجة عدم ثبات الصورة ليه عدم ثبات الصورة لان المراية زي ما انتو شايفين بتكون في اخر حتة في التلسكوب من هنا كده فأي هزة في التلسكوب من قدام بتخلي المراية تتهز طب لما المراية تتهز الاشعة برضو اللي طلعها تتهز والمراية دي برضو ممكن تتهز فبالتالي الصورة ما بتكونش واضحة بسبب ايه اللي اهتزاز ده طيب هل ايها حال او هم عملوها حال وعملوا حوامل المراية علشان تثبتها ولكن الحوامل دي غالية غالية قوي يعني التاني عيب معانا هي هو ان التلسكوب مفتوح احنا قلتلك ان التلسكوب يبقى مفتوح من هنا مفيش حاجة فاللي بيحصل بيحصل بقى ان التجمع الاتربة والغبارة على المراية من هنا طبعا ده اكيد بيأثر على الصورة فالحل التحالة هو الصيانة وانك تفاكك التلسكوب كل شوية وتمسحها وهكذا تاني عيب معانا هو كثرة الاجزاء البصرية شوف احنا عندنا هنا عدسة وعندنا مريلت ميريتين فليه ليه اصلا ده يعتبر عيب لان ده بيخللنا الصورة كفائتها بتقل اي مشكلة في اي جزء من الاجزاء دي بتقلل كفائت الصورة بتقللها بنسبة خمسة وعشرة في المية يعني الحالة للموضوع ده هم انهم صنعوا مريات من سباك الفضة والذهب طبعا دول غالين جدا 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 فبالتالي التكلفة بتاعة التلسكوب العكس قليلة جدا ولكن يضل زي ما قلنا في الاول ان التلسكوب الكاسر هو احسن التلسكوبات الموجودة نت 1800 جاه عام ويليم هيرشل اكتشف حاجز ما الاشاعة تحت الحمراء والاشاعة تحت الحمراء دي هي اشاعة غير مرئية ومن وقتها البشر ادروا يعرفوا اشكال تانية من الضوء الغير المرئي زي الراديو والماكرويف والالترا فيولايت والإكس رايز والجامرايز وقدرنا نكتشف حاجز ملاطبال معدنية العملاقة وده تقدر تعكس اشاعة الراديو ومن هنا بقى البشر اكتشفوا او اخترعوا ايه الراديو تلسكوبس ايه الراديو تلسكوبس الراديو تلسكوبس دي هي ادوات نستخدمها علشان ندرس اشاعة الراديو المنبعثة من الاجسام في الفضاء زي النجوم والمجرات والبلاك هولز تمام تمام المايكرويف ده بيستخدم ايه علشان يكولكت ويفوكس الراديو ويفز بيستخدم ديش شابد انتنا يعني طبق هوائي تمام من الاخر كده او الدشة زي ما احنا بنسميه تمام تمام ايه هي بقى اصلا الراديو ويفز الراديو ويفز دي هي نوع من الالكتروماجناتك ريدياشن يعني اشاعة كهرومغناطيسية والضوء الاطول الموجية بتاعتها اطول من الطول الموجي بتاع الضوء المرئي تمام تمام وعرفنا ان الطبق الهوائي ده بيكون متسبت على بلادفورم او منصة المنصة دي بتخلينا او بتسمح لنا ان احنا نوجه الطبق ده لاي اوبجيكت موجود في السكاي تمام والاشارات بيتم جمعها بواسطة الطبق الهوائي ده وبيتم معالجتها يعني بالكمبيوتر وهنشوف الموضوع ده بشكل اوضح بعد كده وبالتالي برضو بتكون لنا ايه صورة للأوبجيكت ده ريديو تيليسكوبس مهمة جدا 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 في مجال الاستروفيزيكس طيب عملت لنا ايه بقى قدرنا نكتشف حاجة اسمها الكوزميك مايكرويف باكراون ريدياشن الكوزميك مايكرويف ريدياشن طيب ده اهميتها ايه قدمت لنا دليل على او نظرية الانفجار العظيم لو مش عارفين نظرية الانفجار العظيم انصحكوا تروحوا تشوفوا فيديو عنها او كده طيب برضو لها فايدة من اهم الفوائد بتاعتها ودي اهم حاجة تعتبر ايه يا بقى الناس سمحت لنا بدراسة الراديو اميشن بتاع البلانتس في السولر سيستم والاكسام عموما في السولر سيستم بتاعنا طيب الراديو اميشن ده هو الانبعاث بتاع ابقى موجات الراديو من الكواكب ده برضو استفدنا ايه ده بيخلينا بمنطقة البسطة الشديدة الراديو اميشن بتاع البلانتس في السولر سيستم بتاعنا بيخلنا نعرف الاطموسفير الانفرمينوتس بتاعت الكوكب ده يعني الاجواء والبيئة بتاعت الكوكب ده يعني مثلا ركوا في الآية Branch الغازات اللى حواليا ده بتقدر تخلينا نعرف الاتموسفير بتاع الكوكوب ده هذا يعني بمنطقة البساطة طيب فكرة عمل أو يعني الراديو تيليسكوب بيعتمد على الريفليكشن أو الانعكاس ظهرت الانعكاس ولكن يعني هو زي الريفليكتينج تيليسكوب لكن الفرق إيه أن الراديو تيليسكوب ده بيجمع بيكليكتون فوكس يعني الراديو ويفز على عكس الريفليكتينج تيليسكوب هو بيعمل كده في اللايت طيب دلوقتي بقى هنشرح ازاي هو بيشتغل طيب اهنا عندنا اول حاجة الاشعاعات اللي طالعة دي دي اللي هي الاشعاعات الراديو اللي طالعة من الجسم بتقومه على الطبق الهوائي وتقومه نعكسه راح عند حاجة اسمها الصبر فليكتور طيب الصبر فليكتور ده بعد كده يعني بتنعكس الاشعاع دي مرة تانية عند حاجة اسمها الفيد هورن الفيد هورن ده اللي هو بيمثل كده البقار من الآخر بعدها بقى اللي بيحول بقى الاشعاع دي لسينلز او اشهرات وده بيتم ايه بقى نقلها عن طريق الكابلات تمام الكابلات دي بتتوصل في ايه في الرسيفر الرسيفر ده بيكون متوصل بايه بالكمبيوتر بالتالي بقى الصورة اللي الاشعاع دي كونتها للأوبجيكت اللي احنا يعني مركزين عليه بتتكون على الكمبيوتر وبنقدر نريكوردت يعني دي قدامكم دي صورة الفرق بين الصور من الأوبتيكال تيليسكوب بالراديو تيليسكوب شوفوا كمية الديتيلز اللي موجودة في الراديو الصورة اللي طلعة من الراديو تيليسكوب فيها يعني معلومات عن الجازز اللي موجودة يعني معلومات موردان يعني اللوكيشن حرفيا كل اللي عملوا الأوبتيكال تيليسكوب اللي هو قالنا فين المواقع يعني بتاعت الجالاكسيز دي وبكذا تكون الكاتشر بتاعتنا خلصت وأتمنى تكونوا استمتعتوا بها